اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثرها على الجميع مثل الابرج فهو باخد الصورة العامة لليوم اهم التأثيرات لهذه الزوايا وشو ممكن تكتسب من ايجابية او من سلبية وبضيفها لبرجه اثنين انو انا لما بشرح بشرح البرج والطالع فممكن يجي شخص يقولك انا برج السرطان قرأت السرطان ولكن ما بينطبق علي هذا الكلام ماشي ما هو ممكن برجك السرطان ولكن طالعك يتغلب على البرج فلازم تعرف طالعك وتقرأ طالعك او تسمع طالعك وتقرن هن اثنين في بعض الطالع بحكي الجانب الشخصي النفسي اللي بتعلق فيك البرج بحكي الشكل العام والاشياء اللي بتصير حواليك او معك من الخارج يعني التأثيرات الخارجية عشان هيك الطالع مهم لنفسيتك والبرج مهم للوضع العام هاي النقاط الاساسية اللي انا حبيت انوهلها المسألة الثانية بشكركم على كل كلمة طيبة وكل اشادة وكل انتقاد كل ملاحظة انتو بتطرحوها هذا اشي بسعدني جدا وخصوصا الانتقادات او المصائح لانه هاي بتساعد في عملية التطوير اللي احنا ماشيين فيها ومنتفادى الاخطاء اللي احنا نخطئ فيها اما بالنسبة لى موضوع انو مقتبسات وانا بسجلش وبطلعش لايف او بطلع لايف وبطلعش هاي هاي توقعات احنا هنا اليوم مثلا الاربعاء نحكي عن توقعات يوم الاربعاء ثمانية واحد الفين وعشرين احنا منسجل صوت مش فيديو الفيديو وقت الامكاني لتسجيل الفيديو او يكون عندي القدرة لتسجيل الفيديو انا رح اطلع فيديو بس الصوت بكون انسب واريح لي انا لاني من اي مكان انا بقدر اسجل صوت وهذا انا عملت عليه استفتاء وطلبت رأيي الجميع فيه والجميع يعني وافقني في هذا الموضوع اطلت عليكو انا في المقدمة بعتذر خلينا ندخل فيه موضوعنا الاساسي وهو توقعتنا لهذا اليوم طبعا اليوم القمر موجود في الجوزاء في منزلة الذراع هاي المنزلة جيدة وصالحة لكل شيء واي عمل حاب انك انت دوم فيه هي ممتازة جدا واللي ببادر في اي عمل في هاي الفترة ان شاء الله انه بكون لصالح طبعا استقر القمر في الجوزاء وزي ما حكينا انه لما بكون القمر موجود في الجوزاء هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وفي تحركاتنا بغلب علينا عنصر الحركة والاتصالات طبعا طيلة النهار بكون فيه نشاط الا الابراج اللي بتكون متأثري سلبيا من مكان القمر في برج الجوزاء كمان بصير فيه نوع من انواع التقلب في افكارنا في احوالنا في تصرفاتنا اكثر من المعتاد يصعب تصديق اي وعد او كلمة تقال النا في هاي الفترة علينا انجاز الاتصالات الهمة من رسائل ومكالمات وغيره بوسعنا ايضا الانضمام لدورات دراسية او تعليم لغة جديدة او الانضمام لعضوية في نادي بالنسبة اول زاوية رح تتشكل هذا النهار هي في الصباح زاوية تربيع سلبية بين القمر ونبتون رح تتشكل في تمام ساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينج صباحا هاي بتأثر على بعض الاشخاص انهم بيجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع تجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا نعتمد على مشاعرنا على مشاعر الغير يعني ما نحاول انه احنا نستعطف الغير او نتشكوا للغير او نشكي للغير لاجل انهم يشفقوا علينا او اشياء مثل هيك وهذا طبعا اشي غلط بس النصابين يعني هذي ممتازلة لهم لانه اذا استغلوا النقطة هاي بيقدروا يستغلوا الناس عشان ياخدوا منهم فلوس او ياخدوا منهم اشياء معينة بس بين قسين هاي على اساس انه نكون نشرح لايش تستخدم بالنسبة للزاوية الثانية اللي راح تتشكل وهي زاوية ايجابية جدا وهي زاوية التسديس راح تكون بين عطارد ونبتون بتتشكل تقريبا الساعة واحدة ودقيقتين عصرا بتوقيت جرينيش ان نصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حوالينا بدون ما انهم يعبروا عنها صراحة اما بالنسبة للزاوية الثالثة والاخيرة لهذا النهار اللي هي بتكون تقريبا بحدود الساعة عشرة وربع بتوقيت جرينيش مساء وهي راح تكون زاوية تثليف ايجابية ما بين القمر وما بين الظهرة في هاي الفترة بتتأجج عواطفنا اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبعطي هذا الاشي دفعة للعاملين في المجالات الفنية والتجميلية والديكور بتحسن عطاءهم وابداعهم وانتاجهم وخيالهم طبعا هاي بتكون اخر زاوية بعدها مباشرة لانه القمر بيبطل يشكل زوايا فمندخل في فترة خلوه مسار اذا خلوه المسار اللي راح يصير هو ساعة عشر وخمستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن تقريبا بحدود الساعة اتناعش وربع بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى الصباح يعني تقريبا لثاني يوم اللي هو يوم تسعة واحد ساعة ثمانية وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا في فترة خلوه المسار للدول اللي بيكون عندهم نهار هو اللي رح يأثر عليهم خلوه المسار نحكي انه هاي الفترة فترة خلوه المسار فترة لا تصلح ابدا للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين اللي علينا بس انه نكمل اي شيء احنا كنا باديين العمل فيه او كنا عقدين النية على العمل فيه قبل خلوه المسار بالنسبة لعمر القمر القمر هو احدب بدأ في مراحل الاكتمال ولكنه لسه وصل تسعين في المية عمره ثلاثة عشر يوم ساعة اتناش وخمس واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش بصير عمره اربعة عشر يوم يعني ضايل يومين وبعدها بيكتمل وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في هذا اليوم بالسفر والاتصالات اهم انك تفاوض بثقة وجراءة حاول الدفاع عن مواقفك عن قضيتك لكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن انك ما ترتاح بسبب كثافة العمل فعشان هيك بدك تباكر الى عملك ما تتأخر وما تعرض نفسك للارهاق عندك طاقة ونشاط عالي جدا ممكن تسمع جواب بعجبك اهم انك ما تبالغ بتصرفاتك واثناء القيادة بدك تدير بالك ما تتهور برج الثور اكثر اشي بيقرقك بهذه الفترة اللي هي الميزانية تنهمك في عملية ضبط ميزانيتك بدك تتجنب النفقات تهتم كثير لأوضاعك المالية بتخذ تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك لا تنجرف باموالك على المشتريات وعلى الصرف اللي ما له داعي وما تجازف باستقرار وضعك المالي يعني تقول والله أنا بدي أصرف وبيجيني فممكن تصرف وما يجيك فخلي عندك حسابات دقيقة ودير بالك هدي انفعالاتك حتى تتوضح الأمور بشكل كامل قبل ما أنك أنت تحكم على الأمور اللي ممكن تصير معك خلال هذا النهار دك تدير بالك من المنافقين ترج الجوزاء اليوم طبعا القمر استقر عندك لا يعتبر هذا من أفضل أيام الشهر بالنسبة للكم أنتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر مشاريعكم وبتختلط الواجبات أهم إنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك بشكل واضح بإمكانك استعادة موقعك وإنجاز الكثير برج السرطان طبعا أنتوا دخلتوا على أسوأ أيام الشهر أو أسوأ الفترات في هذا الشهر لأن القمر الآن موجود في بيت متاعبكم بتكونوا تعبنين خلوا في أولويات عندكم للعمل الضروري والأمور العاجلة انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم القمر بيشير دائما في هاي الفترة لركود وتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء أهمش أنك ما تختلق الأعذار عشان تتهرب من المسؤوليات والمهمات اللي موكلة إلك برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تعييد من أي أحد تثقوا فيه أهمش أنك ما تكون وحيد وما تظل وحيد شارك في معظم الورشات أو النشاطات أو الاجتماعات خصوصا الاجتماعية تستعيد حماستك وحيويتك ورح تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث ورح تشارك بفاعلية استغل الفترة هاي لأنه عند وصول القمر للسرطان الأمور ما رح تكون لصالحك برج العذراء بدكو تحافظوا على سمعتكو وإنجازاتكو في مجال العمل بدك تقدم أفضل اللي عندك لعلك إنك تتحقق إنجاز أو تقدم وممكن يكون الأمر مفاجئ بالنسبة لإلك أهم إنك ما تهدد سمعتك بالخطر ما تعمل إشي ممكن تندم عليه ما تتصرع ممكن إنك تقلق بشأن لقاء أو بشأن أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت جاهز برج الميزان اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة خلال هذا النهار لازم يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن إنك تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول إنك تسهل أمورك ورح تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي رح يشجعك على الانضمام يا لنادي أو لجمعية هاي الفترة بتكثر عندك الاتصالات خصوصا مع جهات غريبة أو من خارج البلاد واللي عنده نية إنه يدّم له هجرة أو فيزا هذا يوم مناسب لإلكم برج العقرب تقدروا تدخلوا لأي تعديل مطلوب على أمورك المالية المشتركة أهم إنك لا تسمح لأي أحد بالتشكيك بقدراتك بس بالمقابل بدك تكون مش جارح بكلامك فاوض بهدوء وبدبلوماسية ولازم تكون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء وبتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس اليوم تقدروا تعزز شراكتكم سواء في العمل أو في العاطفة هاي فترة صعبة بتزيد من خلالها الهموم والمسؤوليات لأن القمر موجود مقابلك فأنت بأقل طاقات خلال هذا الشهر أهم إنك ما تنفعل وحاول إنك تسلط الضوء على الإيجابيات ما رح ينفعك لا التوتر ولا الجدال عالج التطورات بموضوعية وأعصاب باردة لا تتسرع في اتخاذ القرارات برج الجدي كملوا أي عمل أنتوا بديتوا فيه في السابق وانتبهوا لصحتكم هاي الفترة طاقتكم أو مناعتكم بتكون قليلة لا تسمح للواجبات إنها تتراكم وتتأجل لأنه بتصير عبئ عليك نظم وقتك ويعرف كيف إنك أنت تحسن إدارته تجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهداء خذ نفس عميق وكون عند حسن الظن برج الدلو ما رح يتخلى الحظ عنك لا عاطفيا ولا ماليا خلال هذا النهار بتكثر عندك التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وبتصير الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لقاءات طارئة مع الإخوة أو مع الأحباب إذا طلبوا منك مساعدة يدّمها ويدّم الدعم اللازم لإلهم فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت أكثر إشي بشغلكم أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة أهم إش أنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى لو زادت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير ولا تبخل على العائلة بالعاطف والنصائح حاول تتقرب من أبنائك ومن أهل بيتك هاي الفترة مناسبة للارتباط ولكن ممكن أنك تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم طبعا تنسوش الأشياء اللي تحت ديسلايك واللايك والكومنت والشير والشغلات هاي كلها مع بعض اللي حابين تعملوا اعملوا اللي حابين تكبسوا عليه كبسوا عليه وإذا عندك أي انتقاد ياريت تكتبوا لي يا تحت لأنه انتقاداتكم بتهمني أكثر من تعليقاتكم والإشادي فيه لأنه أنا بتعلم من أخطائي ومن نصائحكم في النهاية يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء